اشتركوا في القناة 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 الكبرى وأهمهم أمريكا وعدها عشرات أنواع الصواريخ والطائرات الحديثة اللي الرادارات الإيرانية ما تقدر تكشفها وهذا اللي شفناه مرات عديدة آخرها كان بشهر نيسان 2024 لما إسرائيل نفذت ضربات جوية وصاروخية على مواقع في عمق إيران وبسبب التفوق التقني على إيران ما استطاعت إيران منع القصف الأقوى منها يا صديقي أنه اللي يفصل بين إسرائيل وإيران في حال رادة إسرائيل اللي تنفذ غارة جوية هنه دولتين واثنين انحوا لفاء إيران بالمنطقة العراق وسوريا بس هذا الشيء ما يمثل أي نقطة إيجابية لإيران لأنه بسماء سوريا والعراق ما أحد يقول لك أنت منين جاي وين رايح ولا حتى على روفان راحتك فتر أخويا العزيز ترامب كان ينزل بطيارته بقواعد عسكرية بالعراق وبسوريا والحكومتين تسمع الخبر من الفيسبوك يقروا يا أنا منشورات أسه تعال للنقطة ثالثة اللي من خلالها نقدر نفهم أكثر شلون إسرائيل تدخل وتنفذ عمليات داخل إيران وهاي نقطة مهمة جدا افتحوا يا الخريطة واصعد لشمال إيران راح تشوفها محدودة من جهة الشمال بأذربيجان وأرمينيا وأكو شريط حدودي بين أذربيجان وإيران راح تقول لي شنو يعني؟ إسرائيل تربطها علاقة قوية جدا بأذربيجان وخاصة بالمجال العسكري لدرجة وجود تقارير تشير إلى أن إسرائيل ساعدت بتحديث القوات المسلحة الأذربيجانية وزودتها بأسلحة متقدمة تقارير أخرى تشير إلى أن إسرائيل تستخدم قواعد عسكرية داخل أذربيجان لمراقبة الأنشطة داخل إيران طبعا الحكومة الأذربيجانية نفت هذا الاستغلال طبيعة في كموقف رسمي لأنه الاستغلال موضوع مرسمي ومو فقط الشمال الإيراني إسرائيل عندها وصول إليه وإنما حدود أخرى لإيران أيضا محاطة بدول تربطها علاقات وتبادل أمني مع إسرائيل إضافة لإحاطة القواعد الأمريكية بإيران بشكل كامل مثل ما نلاحظ بهذه الصورة أصفني شوي بهذه الصورة بشرفك هاي كلها قواعد أمريكية محيطة بإيران أمريكا نفس هاللي تسلح إسرائيل فبعديا بحيجي واحد يسأل هي إسرائيل شلون تقدر تتسلل وتدخل إلى إيران لا صديقي انت على هاي القواعد المحيطة بإيران لازم تسأل هم الإيرانيين شون يقدرون يدخلوه لإيران حلقة كون القواعد عرفين محاصرة اقتصاديا وعسكريا وأيضا إيران دولة ما مشغولة بنفسه بس وإنما تشتغل على مشروعها التوسعي هي أيضا من خلال أذرعها الموجودة بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وبلدان أخرى وهذا كل استنزاف لإيران من خلال جواهات مفتوحة مختلفة وبوقت واحد أخي العزيز إيران مو بس مجغولة بإدارة أذرعها بالبلدان لا هي مجغولة بإدارة أذرعها من بلدان أخرى داخل بلدان أخرى شنو معنى هذا الكلام؟ خلينا أضرب لك مثال بهذا الأسبوع طلع عدنا خور على قناة الشرقية العراقية يقول لك مقتل ضابط يمني بقصف أمريكي زين؟ بالعراق فأنت شوف المعادلة الضابط يمني والقصف أمريكي واللي جاي بالضابط اليمني إيران والعراق على المكان رح تسألني زين العراق شنو دوره بالموضوع؟ دوره بالموضوع نقلنا الخبر بالتلفزيون آهيف خلينا نرجع لإسرائيل وإيران نفوذ إسرائيل داخل إيران تساعد علي جميع العوامل المذكورة وتنفيذهم لعمليات اغتيال بالداخل الإيراني مو لقدرة إسرائيل الخارقة بقدر ما هو اجتماع دولي لدعم كيان مثل إسرائيل بكل الوسائل التكنولوجية والعسكرية والاستخبارية المتطورة أمام دولة مثل إيران هي أساسا محاصرة وغير مكافئة عسكريا الآن خلينا نناقش عملية اغتيال إسماعيل هنية بإيران من زاوية ثانية نفهم من خلاله الوحشية الإسرائيلية بالتعامل مع الحرب القائمة حاليا شوف صديقي إسرائيل عدها القدرة العسكرية والاستخبارية للأسباب الموضوعية اللي ذكرناها مثل امتلاكها تكنولوجيا متطورة جدا إحاطة القواعد الأمريكية من جميع جهات إيران وغيرها وقدرت تتسلل وتختال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية بنفس هذا الوقت إسرائيل محاصرة غزة من جميع الجهات وبشكل يومي تنطلق بعملية عسكرية تقتل بيها الأبرياء من الرجال والنساء بجرائم إبادة جماعية حتى بعدين تقول لك جاي اللاحق عنصر من حماس هاي المهزلة شنو معناها؟ معناها أنه إسرائيل تقتل المدنيين بغزة لأنه تريد تقتل المدنيين بغزة بشكل متعمد حتى تطول مدة الحرب وإلا أنت تقدر تقتل شخص واحد بدولة ثانية بعيدة عنك بدون إصابة المدنيين بنفس الوقت تيجي الغزة وتصنع عبادات جماعية بحجة ملاحقة عناصر من حماس من 7 أكتوبر ولغاية الآن إسرائيل دارت المعركة بطريقة إجرامية من أبشع الطرق بالتاريخ لدرجة أنه هي قتلة أكثر من 40 ألف مدني لغاية الآن بدون ما تقضي على حماس اللي هو هدفها المعلن وبدون ما تسترجع الرهائن مالتها بشكل كامل اللي هو هدفها المعلن أيضا هذا كله صار مع الدعاها أنه هي تستعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحديد الأهداف الذكاء الاصطناعي لما يدار بوحشية الجيش الإسرائيلي فهاي النتائج بكل تأكيد حتى تقتل 40 ألف مدني بطريقة ألقاء أطنان من القنابل والصواريخ بشكل عشوائي فأنت هنا مصاحب نظام تكنولوجي وعسكري متطور لأن هذا الشيء ممكن أي غبي ممكن أي ساكوباث يتم تزويده بأطنان من العتاد والأسلحة والمال أن يسوي تخيل أنه إسرائيل تحارب بكل هاي العشوائية والفوضوية والخسائر وقتل الأبرياء وهي بحرب مع مجموعة من الشباب المقاتلين المحاصرين والمستنزفين من عشرات السنين يعني بعدها ما داخلها بحرب عالمية وصيرها بمواجهة هوية دول عظمى بالعكس أكثر الدول العظمى تدعمها بهذه الحرب ضد خصم واحد هاي بالعراق نسميها ولية مخانيث أي تعرف شنو ولية مخانيث؟ ولية المخانيث يا صديق العربي هي مجموعة من الجبناء تجتمع بأعداد هائلة حتى تضرب خصم واحد والحجة اللي رافعتها إسرائيل بتحرير الرهائن هي مجرد واجه لإطالة الحرب مثل ما هو واضح وعدم الدخول في مفاوضات تؤدي إلى أنهاء الحرب لأن نهاية الحرب راح تجي وراها مرحلة محاسبة نتنياهو من قبل إسرائيل نفسه بسبب ملفات فساد كبيرة وخطيرة مؤجلة إلى ما بعد الحرب وموضوع تأجيل المفاوضات راح نعرفه بالفصل القادم الثلاثاء الفات اغتالت إسرائيل القيادي بحزب الله اللبناني فؤاد شكر بغارة جوية على الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت منه فؤاد شكر هو عضو بالمجلس القيادي لحزب الله يعني إباع لهيئة عسكرية بالتنظيم هذا الاستهداف ونوعه يعتبر تغيير جديد لقواعد الاشتباك اللي متفاهم عليها بين إسرائيل وحزب الله واللي من ضمنها بيروت والضاحية الجنوبية المفترض ما تتعرض لاستهداف عسكري من هذا النوع من بعد حرب تموز اللي صارت بالفين وستة بين حزب الله وإسرائيل ولغاية هذا الحادث إسرائيل ما استهدفت بيروت إلا لمرات محدودة جدا مثل اغتيالها للقيادي بحركة حماس صالح العروري بعد اغتيال فؤاد شكر بساعات وتحديدا ساعة بالثنتين الفجر تم اغتيال إسماعيل هنية وإسماعيل هنية كان وجه دبلوماسي ويلعب دور محوري بالمفاوضات اللي جاية تصير بين إسرائيل وحماس بخصوص الحرب القائمة المفاوضات اللي بدت ورى فترة قليلة من معركة الطوفان الأقصى ولكن إسرائيل كانت دائما تعرقل المفاوضات وتحاول تبعدها بحيث كل ما يتم الاقتراب من اتفاق تطلع إسرائيل وتخلي شروط جديدة تخرب الاتفاقيات وآخر حركة من إسرائيل اللي عرقلت المفاوضات أو القضاء عليها تقريبا هو اغتيال إسماعيل هنية لأن إسماعيل هنية يعتبر طرف رئيسي بالقصة هناك سؤال شنو مصلحة إسرائيل من عدم الوصول إلى اتفاق ليش الحكومة الإسرائيلية كل ما تصير محاولة للمفاوضات تجي تخربها وتستمر بالحرب طبعا الشعار المعلن من قبل إسرائيل هو استمرار الحرب للقضاء على حماس واسترجاع الرهائن ولكن هل هذا الشعار حقيقي؟ بالبداية لازم تعرف شنو خصت هاي المفاوضات يعني الطرفين شنو يريدون شو صديقي؟ حماس ما أخذي الرهائن من إسرائيل وعدهم شروط حتى يرجعوهم اللي تريد حماس من هاي المفاوضات هو وقف أطلاق النار وإدخال المساعدات للمدنيين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وتحرير بعض الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية أموال اللي تريد إسرائيل تريد تأخذ الرهائن مالتها وتقتل الفلسطينيين وتبقى محتلة غزة وتقتل الفلسطينيين وتخضع على حركة حماس وتقتل الفلسطينيين وبعد ما أتحقق الأهداف وتقتل الفلسطينيين الطالب إسرائيل بأن يكون عندها الحق بتنفيذ عمليات عسكرية على غزة إيش وقت ما تريد ورح تسألني ليش حتى تقتل الفلسطينيين الطرف الفلسطيني يطالب بوقف كلي لإطلاق النار الطرف الإسرائيلي يقول لا خلنا نسوي وقف جزئي الطرف الفلسطيني يطالب بانسحاب كلي للقوات الإسرائيلية من غزة الطرف الإسرائيلي يريد انسحاب جزئي يعني إسرائيل دا تقول لك إحنا نسوي هدنا بس ما نسويه وبنفس الوقت أنطونا كل الرهائن بشهر العاشر وبعد أسابيع من طوفان الأقصى اتدخلت عدة أطراف حتى تنهي الحرب على غزة اللي قالت إسرائيل بأنه هي ما تنتهي لحد ما تقضي على حماس طبعا هذا الشي شبه مستحيل ومع تقدم المفاوضات اتعرقلت وهي ببدايتها حماس قالوا يابا ما وصلنا الاتفاق إسرائيل ما طلت ليش ما طلت حتى ما تقعد للمفاوضات وهو هذا الأسلوب اللي رح تعتمد إسرائيل من 7 أكتوبر لحد الآن بكل مرة يقتربون المفاوضين من الوصول إلى اتفاق إسرائيل تلقى ضربونه ويفشل الاتفاق في سبيل تستمر الحرب حتى لو خالفت إسرائيل نفسه وحدة من الطرق اللي تعرقل بها إسرائيل المفاوضات هي ارتكاب المجازر بشهر الثاني من هذا العام صارت مفاوضات واقتربت من النهاية وكان يفترض أنه الأمور كلها تمام إسرائيل دخلت وارتكبت مجزرة الطحين اللي يستشهد بيها 112 فلسطيني شانوا رايحين يأخذون مساعدات إنسانية مغيرش وبعدها بمدة وافقت حماس على النقاط الرئيسية للمفاوضات حتى تصير الهدنة قبل شهر رمضان إدارة بايدين قالت أنه إسرائيل وافقت والموضوع واقف على حماس طلعوا حماس قالوا عمي إذا الموضوع واقف علينا إحنا موافقين يلا نعقد الاتفاق هنا طلع نتنياهو بشكل مفاجئ قال لك حماس تتمسك بمطالب غير واقعية طبعا المطالب الواقعية بالنسبة لنتنياهو أنه الفلسطينيين يشوفون دولة ثانية يروحون يعيشون بيها وهو يحكم إسرائيل 850 سنة بالحقيقة مو مطالب حماس غير واقعية وإنما إسرائيل قررت التلاعب بأعداد الرهائن وطالبت من حماس تنطيها من بين الرهائن مجندات إسرائيليات وما وافقوا على شرط حماس اللي رادوا بالمقابل أسرى معينين موجودين بالسجون الإسرائيلية وأيضا رفضت إسرائيل أنه تنسحب من غزة بصورة كاملة علما أنه بعض الشروط إسرائيل بلغت الوسطى بأنه هي موافقة عليها بس من أن تصير صدق يقولوا لا ما موافقي بيوم 31 من الشهر الخامس اقترح بايدن خطة لوقف أطلاق النار بالأسلحة اللي هو يدزهي للأم وكانت الخطة عبارة عن ثلاث مراحل المرحلة الأولى يصير وقف أطلاق النار لمدة ستة أسابع وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من غزة وتسليم بعض الرهائن وبالمقابل تحرر إسرائيل بعض الأسر الفلسطينيين والمرحلة الثانية تتوقف بها الأعمار العسكرية وتنسحب إسرائيل بصورة كاملة من غزة وبالمرحلة الثالثة يصير عادة إعمار لغزة اللي تحتاج إلى سنوات من العمل وبحسب تصريح المسؤول السياسي لحركة حماس أسامة حمدان النص اللي اتفقنا عليه وافقت عليه كل الأطراف يعني الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي أسا كل شيء تمام مو؟ لا مو تمام وراء ساعات من الموافقة طلعنا تانيوهو قال حماس تحاول تدمر العملية العسكرية مالتنا وإحنا رفضنا من وافق واستمرت المماطلات بهذه الطريقة الحد اغتيال إسماعيل هنية خلال الأسبوع الفات اللي هو طرف رئيسي من أطراف المفاوضات آخر شيء صار الأربعاء الفات اجتمعوا رئيس الشاباك ورئيس الموساد ووزير الدفاع ورئيس الأركان والمسؤول عن الرهائن قاعدة ونتنياهو قالوا لأ عمي ما تفضني ترى خبّلتني تريد تسوي الصفقة؟ قالوا لأ أنت شتريد صارت عركة وصار الصياح بحسب الأخبار وبالرغم من تحذيرات المحيطين بنتنياهو بأن الشروط الجديدة اللي جاي تخليها جاي تخالف شروط قديمة إحنا موافقين عليها وبالتالي بهالطريقة رح تبقى الصفقات تفشل لكن نتنياهو مصر على رأيه ومن بدأ المفاوضات الطرف الإسرائيلي قرر يترك المفاوضات ويطلع بسبب خلاف ويا نتنياهو الخلاف صار بعد ما رئيس الشاباك خلال آخر اجتماع قل للنتنياهو إحنا حاسين أنه أنت جاي تدزني المفاوضات وبعدين تسوي تغييرات على الخطوط الرئيسية للصفقة يعني أنت ناصب علينا جاي تعاملنا معاملة تجيبين عليك وتعال وميجي نكداك طالب السنوب لازم تصير مفاوضات بين الإسرائيليين نفسهم حتى يتفقون حتى يتفوضون يا حماس زين ليش نتنياهو ما يريد المفاوضات وذا كان ما يريدها ليش جاي يسويها من الأساس ويختلف عليه مبدئيا هو جاي يسويها لأن علي ضغوط قوية من عوائل الرهائن والمعارضة والأطراف السياسية الدعمين أما ليش يريد الهدنة فالموضوع مرتبط بالتحالف السياسي اللي متشكل من عنده حكومة نتنياهو اللي هو اليمين الإسرائيلي المتطرف اللي هدفهم تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وضم غزة بالكامل للأراضي المحتل زين نتنياهو ليش يسمع لليمين الإسرائيلي المتطرف؟ الجواب أولا لأنه هو يمين متطرف يعني حالة من حالهم ويريد اللي يريدوه ثانيا هذا التحالف هدد نتنياهو بأنه إذا ينسحب وينهي الحرب فراح ينسحبون من الحكومة والتك يعني يسقطون حكومته وبالتالي اللي يحاول يوصل لنتنياهو من خلال المماطلة بالمفاوضات هو التالي نسوي اتفاق وتنطونا الرهائن مالتنا وإحنا نبقى نقصد بيكم ونبقى محتليكم وصح إحنا قاعدين على طاولة وحدة وريد نوصل إلى تهدئة وغدنة بس هدفي القضاء على الفلسطينيين أو طردهم تماما وهذا اللي أكده باغتيال إسماعيل هنية وبس اشتركوا في القناة